بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين حنتعرف على موضوع البيتوايز أور خلينا نرجع الراجع على موقع شوف البيتوايز أور أدي أور تسوي مقارنة برضو على مستور بت من اسمه بيتوايز تسوي على مستور بت نرجع كيف تتم المقارنة لو قلناه إيكو إيكو وعطيناها فال أعطيناها فال وان أور فال تو خلاص من يوم اسمه بتوازع لنعرف أنها تقارن على مستور بت حتقارن هذا مع هذا نفس الكلام تبع أن بس إيش الفرق؟ الفرق في قاعدة المقارنة أور قاعدتها تقول إذا كان أي من الأطراف هذه قيمة واحد الناتج واحد يعني لو كان هذا واحد وهذا صفر الناتج واحد أعرفهم مو المتغيرات ليه إيش نقيها من نفس البت معناه إذا كان هذا واحد وهذا صفر الناتج واحد إذا كان هذا صفر إذا هذا صفر وهذا واحد معناته الناتج هيكون واحد إذا كانوا الاثنين واحد وواحد حيكون الناتج واحد ما يصير صفر إلا بحالة واحدة إذا كانوا الاثنين صفر هذه قاعدتها الأور ما يصير صفر يعني باختصاره بكلام آخر ما يصير صفر إذا كانوا الاثنين اللي قبلهم بعض صفر طيب تمام نجي ننفذ لو نفذنا هذا الكلام نجي ننفذ نشوف النتيجة هايش هتكون هذه كلها صفر وهذا صفر وهذا صفر لأنه يقارن هذا بذان طلع الناتج صفر لأنه القاعدة تقول إذا كانوا الاثنين صفر الناتج صفر ولا في كل الحالات حيكون الناتج واحد ما عاد إذا كانوا الاثنين صفر شوف يجي هنا حيكون هذه برضها صفر حيكون برضها هذه صفر هنا واحد لأنه صفر واحد واحد حسب قاعدتها الأور وهنا حيكون الناتج قام واحد صفر واحد وهنا الناتج قام واحد صفر واحد الان كم الناتج هيكون الناتج هيكون الناتج هيكون ايش انت تعال شوف ترتيبة البتة الاول في الخانة واحد والبتة الثاني في الخانة ثنين احنا نجمع البتات اللي يكون اللي الخانة فيها واحد الان الخانة ذي واحد الخانة اللي بعدها ثنين الخانة اللي بعدها اربع هنعرفين بقاعدة التدبير واحد زايد اثنين يساوي ثلاثة ثلاثة زايد اربعة يساوي سبعة معنى الناتج حيكون سبعة يعني كأن الأور هي عبارة عن عملية جمع لاحظ ثلاثة زايد اربعة يساوي سبعة طالعنا خلينا نشوف نجرب على المستعرض نحفظ ونجي نسوي رفريش نشوف الناتج طلع سبعة وهذا معنى أور صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبية جمعين ترجمة نانسي قنقر